بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد الله مصلي على محمد وآلي محمد وعلى الهدات الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ما لا يشك فيه الإنسان وهو يعيش الأحداث التي تجري خلال هذه السنين أن العالم يتجه إلى محطات للتغيير ومحطات كبرى لن يكون العالم المقبل كما الذي مر خاصة وأننا نرى في هذه الأحداث ما يمكن أن يكون سبباً في قطيعات مستديمة ما بين دول كبرى وأخرى ما بين مجاميع وأخرى وكأن الأمور تتجه باتجاه أن يبدي أو تبدي حضارة الظلم والجور كل ما يوجد لديها من إفرازات الظلم والجور بحيث كل ما يوجد فيه داخل حضارة الظلم والجور يجب أن يبرز ويجب أن يكون منتشر على سطح العالم بدون احتمالات أو ما إلى ذلك وإنما يقال أن اليقين هو هذا الذي نرى والإيمان في المقابل مطالب أو حضارة القسط والعدل مطالبة بأن تبرز نماذج واعدة من شأنها أن تثير الأمل تلك تثير اليأس والإحباط وهذه تثير الأمل وتثري البحث عن المنقذ الذي يخلصهم من كل المظاهر التي أفرزتها حضارة الظلم والجور أو تلك التي ستفرجها وما من شك أن مثل هذه الأمور حينما تصل الأمور في حضارة الظلم والجور إلى الذروة علينا أن نتوقع ونترقب ما هو المخرج من هذه الذروة بالضبط مثل فقاعة تكبر في يوم من الأيام لا بد من أن تصل إلى الحد الذي تنفجر فيه هذه الفقاعة فتعود الأمور إلى طبيعتها التي كانت في السابق وسط تدمر من لاحه شضايا هذه الفقاعة أو أذاه أو ما إلى ذلك وفي المقابل لا بد من أن يكون للقسط والعادل نماذج يمكن من خلالها أن يستدل على الآتي من بعد هذه النماذج يعني طفل تربيه وتحسن إليه ويحسن تربيته مع الأيام لا شك ولا ريب أنه في يوم من الأيام تنتظر أن يبدي هذا الطفل هذا الناشئ الجديد يبدي كل ما تفيض به تربيته الحسنة من أخلاقيات ومن ممارسات وما إلى ذلك نحن في أيامنا هذه أنا أعتقد أن مؤشرات ذروة الاستكبار تصاعدت إلى درجة كبيرة في طبيعة إبدائهم للظلم وفي طبيعة انتهاكهم لأبسط الحرمات لا سيما وأن الحديث عن المرتكزات الأساسية التي قبل كانت هذه الحضارة تتحدث بها تتحدث عن الحرية تتحدث عن حقوق الإنسان تتحدث عن المساواة وما إلى ذلك هذه نفس هذه الحضارة أخذت تمزقها على رؤوس الأشهاد ليس خفية قبل كان خفية قبل كل الدكتاتوريات في العالم هي محمية من قبل هؤلاء الذين يتحدثون بالحرية والديمقراطية وما إلى ذلك الآن أصبح من الواضح جدا أن هذه الدكتاتوريات كانت مرعية من قبل هؤلاء لكن اليوم في نفس بلدانهم وصل الأمر إلى أن هذه الأمور تصبح عبارة عن خرق بالية تمزق قانون يمزق قانوناً آخر ومنظومة تمزق منظومة أخرى ولعل الدليل خلال هذه الأيام خلال اليومين الماضيين أن الكونغرس الأمريكي يتجه باتجاه إعلان كل من يتحدث عن الكيان الغاصب عن الصهيونية يتحول إلى معادل للسامية وبالنتيجة يحاكم بأشد العقوبات التي عادة تعرف بالعداء للسامية وهي منظومة القوانين التي خرجت من بعد الحرب العالمية الثانية في معاقبتهم لألمانيا بهذا العنوان بعنوان معادات السامية وما إلى ذلك الآن إذا تريد تتكلم عن الصهاينة ابتداء من البارحة الكونغرس قرر أنه أنت تتحول إلى مجرم وتدان بأحكام قاسية وين حرية الرأي وين الديمقراطية وين حقوق الإنسان وما إلى ذلك انتهت هذا الأمر إلى عالم راق اليوم جاء نشوف حالة الحماية النظام يعلن بشكل واضح وصريح أنه يعمل على إبادة الموجود واستطاع من خلال سلوكه أن يبيد كل القوانين التي تسمى بقوانين الحروم لا نساء لها حرمة لا مكان مدني إلى حرمة لا طفل إلى حرمة كلها ذني كلها ضربت عرض الجدار وسط تهليل ومباركة من قبل من كانوا يتحدثون قبل ذلك عن قوانين الحروب وسن هذه القوانين وتشريع هذه القوانين وما لا انتهت هذه القضية وأصبحت بلا جدوى هم يسقطون مثلهم وقيمهم أمام العالم ولذلك اليوم إذا شفنا أكو ردة فعل في قبال هذه الأحداث في المجتمع المسيحي أبل حتى في المجتمع الملحد الذي تربى في هذه الحضارة لا تستغرب من اتجاهين الاتجاه الأول أن الباحثين عن الإنقاذ سيتكاثرون وسوف علينا أن نتوقع مخرجات هذه البحوث إلى أين سيصلون وأنا لا أستغرب أن الإقبال على الإسلام سيكون أحد المحاور الأساسية لمثل هذا الاتجاه في المقابل علينا أن ننتظر هذه الفقاعة التي أثارها الغرب إلى أين ستصل أنا متأكد أنها ستتحول إلى أداة قمعية في نفس المجتمعات الأوروبية والمجتمعات الغربية التي تطيع قبل تطيع مثل هذه القوانين القوانين نفسها تحولت إلى أداة للعبودية وإلى أداة للإذلال عند ذلك لذلك نحن لو أعدنا النظر في روايتي ملء الأرض بالظلم والجور علينا أن نستوعب بالضبط ماذا تعني كلمة امتلاء الأرض بالظلم والجور يجوز إحنا في حياتنا عدنا صور متعددة للظلم مرينا بها في أيام المجرم صدام وفي أيام الأمريكيين وما إلى ذلك كل واحد عدة صورة معينة ربما نستهول الذي يجري في غزة وما إلى ذلك طبيعة الوحشية اللي موجودة لكن اشتتوقع من قول قاله الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله بأن الأرض سوف تمتلئ ظلما وجورا اشتتوقع من هذه الكلمة لا شك ولا ريب أن الظلم والجور سيبدي كل ما لديه من عنفوان من إبداء الإثرازات التي يمكن لهذه المعادلة معادلة الظلم والجور أن تفرزها في الواقع الاجتماعي الدولي هنا أنا لا تحدثني عن أطفال ونساء وشعوب وما إلى ذلك هذا كل حديث ما إلى قيمة أنتم تدرون أنه العالم لفترات بناء على نظام الأبرتايد اللي كان فيه جنوب أفريقيا قلبه والدنيا الفصل العنصري وإلى آخر وصار لهم مدهم يهوسون شنو أكو فروق بين الرجل والمرأة ما كانوا يقبلوا أول مرة حضارة أسسوها على أساس استعباد الزنوج ثم انتهت الحاجة استوفوا الحاجة واستقروا العبيد في مكانهم وبدأوا ينشئون ظروفهم الاجتماعية الخاصة بهم عود تحولوا إلى رفض نظام الفصل العنصري أو الأبرتايد لكن الآن اللي جاي نشوفه شنو نظام فصل عنصري في فلسطين يمارس عينك عينك أمام كل العالم ولا في يوم من الأيام سمعتم إدانة من هؤلاء وأنا أتعجب جنوب أثريقيا اللي عانت بشكل متأخر جدا عود إجدتي ذكرة هذا الأمر وعود بدأوا يلاحقون هذه القضية أتعجب أن أيرلندا اللي عانت من هذا النظام على يد البريطانيين أيضا متأخرة بدأت تتكلم رغم أن كلامها لحد الآن في إطار البرلمان وفي إطار القوى السياسية لم يتحول إلى قرارات بعد لكن من يكون نظام الفصل العنصري من قبل الظالم مبارك به إلى درجة الوقاحة إلى أن الأمريكيين يقولون نحن لحد الآن ما شايفين أكو انتهاك لحقوق الإنسان ما شايفين أكو اعتداء على المدنيين كل هذه الصور هم لحد الآن ما عندنا دليل على أنه يجري اعتداء على المدنيين أو أن قوانين الحرب انتهكت أو ما إلى ذلك وفوقها نحن مأيدين اللي جاي يصير طبعا أرجع وأقول أعلن أن ننتظر الإفرازات بالمقابل نحن قدامنا مجتمع سيسوده العدل والقسط هذا المجتمع بها طريقة راح يجي وشن الأثماني الذي يجب أن يدفعها حتى يصل إلى هذه القضية القاعدة الأولى اللي نفتهمها من هذه الرواية أن العالم سيفرز كل صور الظلم والجور هذا الظلم والجور وين راح يصير على من على من لا حصانة له في هذا المجال اللي ما نحص النفس فعليه أن يدفع الضرائب هذا وهنا ماكو مجال للعتب على مجامع أمنت نفسها أو أوجدت الرادع الذي يؤمنها شيئاً فشيئاً من الظالمين ومن الجائرين لكن الإفراز الطبيعي أن هؤلاء الذين حصنوا أنفسهم لن يحصلوا على هذه الحصانة إلا بعد دفع أثمان باهظة الكرفة إلا بعد صبر طويل إلا بعد عض على النواجد إلا بعد مصابرة كبيرة تحمل آلام كثيرة حتى يمكن أن يصلوا إلى هذه النتيجة أذكر الرواية وإن كان ما إلها علاقة في صلب الحديث لكن إلها علاقة في كيفية الوصول إلى أن تكون أنت محصناً من مثل هذه التداعيات يتحدث الإمام الباقر عليه السلام يقول أن حديثنا صعب مستصعب هذا سامعين أنتم هذا الحديث لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه شوف هذا العبد الذي امتحن الله قلبه للإيمان هذا ليش رح يتحمل هذا الحديث الصعب المستصعب إش معنى لا يحتمله إلا فئات محددة ليش من كل العالم يحتمل لكن هنا يقول أو مدينة حصينة مدينة حصينة يمكن أن تتحمل الحديث الصعب المستصعب هنا أنا من تريد تفكر العوامل اللي أدت إلى أن الحديث هذا حديث ما بأي شيء آخر لا قنابل ولا صواريخ ولا هم يعزنون حديث إذا الآخر ما يتحمل انظر إلى الآخر شون يتحمل الأكاذيب اللي موجودة في كل العالم ما حكم على الكذابين بالكفر ولا نكر عليهم بالعكس ربما ساعدهم على هذه القضية لكن حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لأنه ينتمي إلى المجموعة الثانية إلى مجموعة القصد والعادل حديثهم لا يستقبل لكن من اللي رح يستقبله اللي مر بكل هاي المعاناة اللي يمكن نفسه من بصيرة بحيث يرى حقائق الأشياء وما يستغرب من عدها ويتحمل الأثمان مالتها لكن يمكن للمجتمع كله للمجتمع كله أن يعيش فيه بحبوحة الحرية الفكرية اللي تخليه يقبل بهذا الحديث إذا كانت المدينة حصينة حصينة من من يعني الآن أنت في هذا المجتمع عندك قدرة الآن تتحدث بالطريقة اللي تريد على خلاف ما كان مثلاً في أيام النظام المجرم رغم أنه مو كل الحديث تقدر الآن تتحدث به لكن بشكل عام اليوم أنت أوجدت لنفسك حصانات تتمكن بيها من أن تتحدث قبل هذا الحديث ما كان موجود واللي كان يتحدث عليه أن يدفع أثمان باهظة جداً المتحدثين مروا بتجارب متجارب مؤلمة للغاية وبعضهم وبعضهم ذبحوا بسبب رأيه أبدو رحمة الله على السكيت الشاعر هذا الرجل إجل متوكل عليه العائن الله وشوف أولاده قال منه الأفضل ذوله للحسن والحسين هو كان يربي أولاده وإذا بيحدثه بطريقة تبدي رأيه إن حذاء قنبر خادم الحسن والحسين عندي أفضل منهما ومن أبيهما برأسهم قطع قطع لسانه وذبع وما إلى ذلك انتهت القضية بشكل سريع جداً لكن اليوم أنت تقدر تتحدث بكثير من هذه الأحاديث السبب لأنه أوجدت لنفسك حصانة في قصة الانتظار مسألة الحصانة في غاية الأهمية لكن هذه الحصانة مين تجي شلون تنشأ هذه الحصانة انظر إلى قوله تعالى مون تريدون نصر؟ تريدون غلبة؟ تريدون فلاح؟ يا أيها الذين آمنوا أصبروا هذا طريق الحصانة الذي يوصل أصبروا صابروا رابطوا اتقوا الله أربعة عوام الأساسية يخليهن أمام عيونك كثمن إلى أن تصل لعلكم تفلحون ما رح توصل كيفما اتفق وإنما تحتاج إلى هذه الأدوات الأساسية وعلينا الآن أن ننظر إلى إذا ما كنا نحن نريد أن ندخل في إطار التمهيد لحضارة القصط والعطل هذه الحضارة يحتاج لها قيم والقيم مال منه مال إمام الزمان وآل إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعليه مجمع لذلك هنا حديثنا صعب مستصعب ما رح يتقبل كيفما يكون ما رح يقبلوه ما رح يرضون به الحل شنو الحل أن تصبر عليه حتى توجد المدينة الحصينة أو حتى تؤسس من نفسك القلب الذي امتحن بالإيمان ما عندك خيار آخر إما هذه وإما تلك وفي كل الأحوال المدينة الحصينة لا يمكن أن تتشكل إلا من خلال هذه العوامل الأربعة التي يجب علينا أن نصبر كقرار ذاتي وأن نصابر كقرار اجتماعي الجميع يصابرون ويمضون بهذا الاتجاه والأمر الآخر أن ترابط في الثغور التي تهاجم منها وأحنا اليوم الثغور تعددت علينا ما عاد الثغر المسلح هو لوحده يهددنا بل الثغور التي تأتي منها حروب العقول وحروب الأفكار وما إلى ذلك هي أخطر بكثير من الحروب التي تؤججها الأسلحة ويؤججها العدو الظاهر العدو اقتبس من الشيطان من إبليس لعنة الله عليه اقتبس منه سلوكه إبليس يتسم بأنه متواري لا يعلم به أحاديثه تمرر وكأنها أحاديث الأصدقاء كأنها الحديث الذي ترتاح إليه النفس الآن أنت ارجع إلى محاسبة الضمير وشوف عادة منتج الوسوس بماذا يحبب إليك العمل الذي يريدك أن تفعله مين الضرك من عنده وإنما يقدم إليك بصورة فيها ذريعة وفيها مقبولية إذا ما أردت أن تتدمى في أسلوب هؤلاء الآن اتخذوا من هذا الإسلوب إسلوب أن يظهر نفسه بعنوانه صديق حميم لكنه في واقع الحال ما هو هو العدو المضل المبين أنا ما دع إذا ذكرت هنا أو في مكان آخر في حديث رئيس شركة تويتر مع نتنياهو حينما يقول له إن الإسلام في المجتمعات العربية يحتاج إلى تغيير جذري تغيير جذري يعني شنو بها طريقة قرار لأجندات وسائل وحرب أبكار وشبهات وتشكيكات وحركات منحرفة وأضاليل وتقزيم وتهشيم وتسقيط للعناصر الإيجابية في صناعة هذا الإسلام وتدمير إلى المثل الإسلامية بطريقة أو بأخرى وإبدالها بأولئكم الذين يتحدثون عن الإسلام وهم يمزقونه بأفعالهم وبسلوكياتهم ويعملون على تفرقة المسلمين وما إلى ذلك أعلن أن نشوف المواجهة التي جاء يشنه فضلا عن أنه يعلن أن نستعد إلى مثل هذه المواجهة بالاتجاه الآخر المؤمنين إذا كان عليهم أن يدفعوا هذه الأثمان واحدة من الأسئلة التي يجب أن تسأل هل يا ترى إحنا مستعدين إلى أن نمضي بهذه القيارات لا لا الله ما خدعنا قال تريدون توصلون إلى الفلاح هذا الطريق كنتوا صبرون تتحملون أصبروا وصابروا ورابطوا والرباط رباط قتال مواجهة نزوع إلى مواجهة المعادي فضلاً عن أنه أنتم تحملون رسالة تتحدث عن من أول عنوانها بأنها ضد الظلم والجور وكل المصادق المرتبطة بالظلم والجور لكن يبقى السؤال اجقد استعداداتنا لدفع هذه الضرائب ولتحمل هذه المسؤولية في كل هذه الأحوال الله سبحانه وتعالى حدثنا عن منصات يجب أن تصلون إليها يجب أن ترحلوا إليها يعني حينما يتحدث عن رجال سيدخلون المسجد وسوف يسيء وجوه الذين كفروا بني إسرائيل وغيرهم وسيحطم كل المثل الطاغوتية التي يحاول الطاغوت أن يتنمر بها على العالم هؤلاء الرجال بها طريقة راح يصنعون من الذي يصنعهم شنو الضرائب اللي يجب أن تدفع حتى يبرز مثل هؤلاء الرجال من دون أن تفكر بكربلاء لصناعة الرجال أنت مخطئ تماما الرجال يصنعون من كربلاء فما دون من دون ذلك لا توجد رجولة تصنع في ميادين أخرى نعم يمكن لرجولة أن تؤدي الغرض لمسافة معينة أما مسافة من يريد أن يقلب العالم من الظلم والجغر إلى القصة والعدل هذه المسافة تحتاج إلى قلوب خاصة وإلى رجال خاصة خلوني أضرب بمثال اليوم شفت الصهاينة الجاي يسرون بغزة تدمير لو مو تدمير إبادة لو مو إبادة نساء أطفال بكاء حقيقة أنا لعلي يوميا أو خليني أكون بشكل أداء كل ما رأيت مقطع إلا وأشوف ما تحمل يعني لابد أن أبتش ومو أنا حالة فريدة أنا أعتقد كل المؤمنين هم يتجهون بنفس هذا بل كل من عنده احترام للكرامة الإنسانية يتجهون مؤمن كافر كذا لكن لا يستطيع أن يتحمل هذا الأمر تفتكرون في معارك إحلال القصة والعادل ضد الظلم والجغر وماذا ستكون المعارك الباطل رأس راح يستسليم يا بابا ما دام إجيتوا أنتو نحن ننتهيين بعد من هذا لو راح تصير عندنا معارك أقسى بكثير من هذه المعارك تتصور اليوم تتألمون على غزة لكن خلوه على بارك قدامنا محطات ستتجدد فيها كربلاء عدة مرات عملية مجرد نزهة في التاريخ العملية هناك مصنع يجب أن يعد فيه الرجال الذين سوف يقودون العالم المهمة التي قدامكم اليوم أنتم تلاميذ و أناس يتدربون للتو على أن يصنعوا من أنفسهم قيادات للمستقبل وهنا عليكم أن تفكرون الوصول إلى القيادة شنو راح يجيب السهولة مثلا تتحدثون عن السفياني تتحدثون عن يماني تحدثون عن خراساني تتحدثون عن كل هذه الرعيات لاذا الرعيات شنو اللي راح يجو إياه أقو غير الدم أقو غير العمل بالتكليف اللي هو جهاد وهجرة في سبيل الله وما إلى ذلك وحدة من الأسئلة اللي يعليكم أن تهيئون أنفسكم إلها ماذا لو جر الذي جرى في فلسطين في مكان آخر في أماكن ما هو العياذ بالله مثلا استسلم الآن كثير من اللي كانوا يؤمنون بالقضية الفلسطينية بدأوا يتندمون عليهم من هل قتل عليهم من كذا باب الطهمية وخلصونا هذا المنطق استسلام بينما نرى المؤمن ما هو خيار خيار أن يعمل بالتكليف العمل بالتكليف واحدة من المزايا أنه لا يعمل بمنطق الربح والخسارة ما قد أربح هنا وما قد أخسر هناك وبالنتيجة المكان اللي أربح به أنا أروح له والمكان اللي أخسر به ما أروح له لو أريد أضرب مثال كربلاء فيها نموذجين نموذج زهير ابن القين ونموذج عمر ابن سعد زهير كان بإمكان أن يحظى من الدولة الأموية بأفضل الامتيازات وعمر ابن سعد كان بإمكان أن يحظى بمجد تليد لكن على زهير أن يتخلى عن طريق كربلاء حتى يحظل على الامتياز وعلى عمر ابن سعد أن يتخلى عن طريق يزيد حتى يحظل على المجد وفي كل الأحوال هناك ألم وهناك معاناة من الذي يفوت في هذه القضية من لديه رجول أكبر ومن لديه قيم أعمق ولذلك من عثماني الهواء إلى ماذا إلى زهير الذي يمسك بميمنة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومن رجل يقول لنفسه بأنه يخير نفسه ما بين ملك الري وما بين قتل الحسين الذي هو يعني النار أم أرجع مأثوما بقتل حسين لكن شنو اللي صار من كان دنيا نفس وصل إلى هذا الخيار ومن كان عالي الهم شديد العباء وصل إلى تلك القمة نحن أمامنا هذين الخيارين الآن أنا لا أقولها من باب المبالغة بالأشياء ولا من باب الإطراء على طبيعة الذي يجري عندنا ولكن نحن مجبرون على أن نصل بأمورنا إلى هذا المستوى حتى نصل إلى المدينة الحصينة اللي عبر عنها بعد ذلك الإمام الباقر عليه السلام يقول هذه رح تستمر إلى أن يخرج القائم بأبي وأمي عند ذلك ينطق بالذي لم يتحمل الآخرون بنطقه وسيصدقه القرآن مع أن الإمام صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء آخر غير ما يوجد في القرآن نعم القرآن سيتبدى للآخرين بفهم جديد وبآفاق جديدة وبمعاني جديدة لم يألفها الطبق العام وإلا هذا الحديث عن أن الإمام يأتي بإسلام جديد وبدين جديد وما إلى ذلك أكو إسلام جديد عندنا ونفس إسلام رسول الله أكو قرآن جديد عندنا هو نفس قرآن رسول الله أكو دين جديد عندنا هو نفس دين رسول الله لكن غربة الناس عن الإسلام وعن الدين وعن القرآن يجعل القرآن حينما يعود إليهم بالفهم الذي أنزل على من نزل عليه القرآن باعتبار أن القرآن لا يفسره إلا من أنزل عليه رح يرجع بفهم إلى الناس يقدم ويستهربون شنو هذا القرآن ما جنم التأمي بهذه الطريقة وبهذه الشكلة أنا ما يهمني هنا أن تستعدون أنا أعتقد السنة القادمة صاخبة جدا ستكون ونحن نندفع باتجاه بوابات خطيرة للغاية أمس الأمريكيين تحدثون عن إمكانية القتال بين الجيش الأمريكي والجيش الروسي وأول أمس روسيا تتحدث عن أنه أي طائرة للناتو تأتي بأسلحة إلى أوكرانيا سوف نسقطها هذا الحديث لم يكن موجود قبل لكن هذه بوابة لنار لا يقوم لها شيء ونحن سبق إن قلنا راح تنتقل البوابة من بوابة إلى ما هو أضيق منها إلى أن نصل إلى البوابة التي يكون فيها الاختناق الشديد وبالنتيجة الحل لا يكون إلا بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة إحنا راحين بهذا الاتجاه أمريكي لما أعلنت بعد ما عدها فلوس إلى أوكرانيا أعلن أن نتوقع الأزمة الأوكرانية جد راح تكون شديدة وجد راح يستمر الروسي في لعبة الاستنزاف في أوروبا وإثراغ من إمكانية القتال ضد الروس الروس أذكياء حقيقة يعني أنا أقولها للتاريخ في حرب الاستنزاف اللي جابت عليهم حاجة كثيرة جدا أنهم لا يستطيع وقنعوا الأوكرانيين أنهم إذا تشنون الهجوم مالتكم أنتم ستفوزون وستطردون الروس وذولهم صدقة والأغبية بينما الروس كانوا يفرغون المخازن للأسلحة الغربية كل هذه الفترة يفرغون المخازن شيئا فشيئا إلى أن اكتشفت أوروبا ما عندها مخازن هواية الطباعة ما عندها ذخيرة هواية الطباعة الأمريكيين من يفرغون أسلحتهم على رأس الفلسطينيين جاء يفكرون إذا أصبح حرب أخرى وين نودي من الذخيرة من نجيبها هذه نظروا إلها بكل هاي الأبعاد راح يشوفون أنه احنا رايحين إلى محطات في قواعد الاشتباك جديدة ستكون وأعلن أن نتحمل الضرائب طبيعة الظالم إذا نحصر مو بالضرورة يتراجع قد يهرب إلى الأمام يخلق مشكلة جديدة ويخلق أزمة جديدة وفي كل هذه القضايا ستكون دماء سخية سوف تنزف هذه البشر ومعتهم مشكلة هؤلاء أبداً معتهم مشكلة ما دام اتعاملوا مع دماء الفلسطين بهذه الطريقة وأنا أقولها للتأريخ دماء الفلسطينيين ستتحول إلى سبة آئلة جداً على رأس حضارة البغي والجور التي اندفعت بهذه الطريقة لتقتيل هؤلاء هذه الدماء وإن كان وضعها مؤلم للغاية لكن هي تقدم خدمة كبرى لفضح الدعاءات هذه الدعاءات لتمزيق الزيف وما هو أهم لإعداد العالم للبحث عن المنقذ الجديد اليوم المسيح رجع يساءل وين آخر الزمان واليهود الذي هو ضد إسرائيل يتحدث عن أنه هو هذا الزمن الذي ستنتهي به ستنتهي به دولة بني صهيون والعالم كل الآن متجه بهذا الاتجاه السؤال الذي يبقى ينطرح ما هي المسؤوليات المناطة علينا نحن أنا أشعر بأنه نحن في سباق مع الزمن لا يوجد لدينا زمن كثير لكي نحدث الناس عن سبل الإنقاذ وعن الطرق التي من شأنها أن تقدم إنقاذا لنا أمام هجمات متعددة وأمام أعداء عرفوا بأنهم مع الخساسة صنوان بل هم أخس من ذلك اليوم لحد الآن من ألطاف الله سبحانه وتعالى اتجنبنا أذى كثير جدا نتيجة تهس السياسات ما إلى ذلك بالنتيجة وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا في عملية البناء الذاتي وأنا أخاطب الأخوان الأعزاء يعني اللي مرات يشوفهم ظاهرة مؤذية مغنية فلانية داعر فلاني مشكلة لشباب الفلانيين أو ما إلى ذلك يتصورون أن الوضع الديني بأزمة وبمأزق والناس جاء يتهج وما إلى ذلك يا أخوان العراق من ألطاف الله سبحانه وتعالى يعيش حالة صحوة إيمانية كبرى لا تتروحون يعني تأخذون المظاهر الشاذة وتقولون أنه هو هذا العراق العراق شفوه في ليالي الجمعة طبعا من أقول صحوة إيمانية هذه الصحوة مقرونة بالكثير من العوامل اللي تساهم هي الأخرى بإيجاد ما سيأتي من بعدها الآن هل يا ترى ليالي الجمعة ها خليكن لكم هذا المقياد ليالي الجمعة تقل أعداد المؤمنين ورافعي الأيدي للدعاء والمستغيثين هل تقل هذه الأعداد أم تتكاثر الأربعين الشعبانية الرجبية ما إلى هل نحن في تناقص أم في حالة ارتفاع نوعي وكمي لا شك ولا يوجد هناك من يستطيع أن يشكك بهذا الأمر بالعكس ربما أنا قبل سنتين أشرت إلى تقرير نشرة جامعة برينستون عن الحالة الإيمانية في العالم يشار إلى العالم العربي كل البلدان العربية أفق الحديث عن الحالة الدينية كله في تنازل الدولة الوحيدة التي يشار إلى تصاعد فيها العراق وهذه الجامعة هي مباحثها مختصة برصد الوضع الإسلامي المتشدد في كل البلدان يشوفون أكوهبوط إلا الحالة العراقية فيها حالة تنامي وهذا علينا أن نفكر من اللي يصنع هذه القضايا لا شك آليات أهل البيت كانت من السلامة بمكان بحيث جنبتنا كل هذه المنزلقات وكل هذه المحطات اللي كان يفترض بنا أن نسقط فيها لكن من نعم الله شبابنا يوم على يوم جاي يفاجئون بمعادلات من شأنها أن تخليهم يرجعون إلى الحالة التدينية لأن التدين هو الذي يقدم لهم الإنقاذ الذي يريدون وهذا الأمر عليه أن يغرين بأن نمارس ما هو أكثر من عملية إحياء أمر الإمام روحي وأرواح العالمين له الفداة رغم أن المسار لإحياء أمر الإمام أرواحنا فداة تقدم بشكل كبير بحيث أصبح الآن ظاهرة واضحة جدا في كل المحافظات سنة وشيعة مو بس الشيعة سنة وشيعة الناس تبحث الناس تترقب وأنا أهمس في آذان بعض الأخوة اللي قد يقول أنه إحنا نريد نحدث الناس الناس تشمئز بعضهم يشمئزون بعضهم يقبلون بعضهم يشككون وما إلى ذلك يا أخواننا الأعزاء من يشكك قد يكون تشكك لسبب ديني محط وهو ظاهرة صحية إحنا جاينا نتحدث عن إمام غائب أنتم تبشرون بأن الإمام مقبل إن شاء الله تعالى خلي عند ما عند الملامس الدليل يبقى يشك ويخاف وهذا الشك والخوط أنا أعتقد به ظاهرة صحية وليس الظاهرة السلبية مو بالضرورة الناس تصل إلى اليقين اللي أنت وصلت إلى مو بالضرورة الناس توصل إلى القناعات اللي أنت وصلت إلى لكن يكفينا أن الذي يشكك يشكك حرصا على الإمام وعلى مسيرة الإمام صلوات الله وسلام عليه إذن هذا الرجل على موقف صحيح وسليم في هذه القضية فإذا ما آمن بالقضية الفلانية ما آمن بالقضية الفلانية وين المشكلة إذا بقى مشكك وما يريد يرتد عن الدين وما يريد يرتد عن العقيدة لكن خايف أنه هذه العلامة مضللة أو هذا الاتجاه مجا يقوم بالطريقة السليمة للتعامل مع هذا الموقف أنا أعتقد به صحيح على الطريق الصحيح لكن الناس هي بطبيعتها فيها من يتقدم فيها من يتأخر لكن كلهم على طريق السلامة وعلى حالة طبعا المنحرفين بحث آخر المرتزقين باسم أهل البيت بحث آخر الأدعياء بحث آخر لكن أنا أتحدث عن الحالة التديونية في هذا المجال وأنا أعتقد أن واجبنا يا أخوان العزيز هو العودة إلى دائرة التكليف ودعوني أهمس مرة أخرى للي عادة يتحاورون هذا يماني وذاك خراساني وأنا أعمل مع الرأي الفلانية لأنه هو كذا وذاك يقول أنا أعمل مع الرأي الفلانية هو كذا وما إلى ذلك هذا حديثكم وانتري دون توصل ليش تشخصت حتى تقول أنا أعمل بهذه الرأية وأنت تعمل بهذه الرأية شخصت بحي صار عندك يقين أن من تصف باليماني هو هذا اليماني ومن تصف بالقراساني هو ذاك القراسان هل عندك هذا اليقين وصلت إلى هذا اليقين أنا أجعل أن كل من يقول أنه وصلت إلى يقين لا يمتلك الدليل العلمي والعقلي على ذلك ما كدلي لأنهم مني تقول هذا الطريق معناها أنت عليك أن أتحدد اللي وراه شنوه بينما أنت مدعو منذ البداية إلى اليوم الأخير أنت مدعو لاتباع المرجع الأعلم الجامع للشراط نطر تكليفك من قبل الإمام من قبل الذي سوف يفتد اليماني نفسه من أجل أن يمهد له من أجل من يتقدم الخراساني من أجل البيع له هو نفسه يقول ارجعوا إلى المنصة الفلانية وهذا الحديث بأن اليماني سيأتي وسيلغى نظام المرجعية أو أنه هو الذي سيوجه المراجع أو ما إلى حديث اكذوب لا أساس له في واقعنا الروائي أبدا بل ربما المرجعية ستستمر إلى آخر يوم مو ربما هذه ستستمر إلى آخر يوم من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقد تستمر إلى ما بعد ظهوره باعتبار أن ظهوره في البداية بأبي وأمي سيكون محدوداً نعم هذه المرة سوف نكون بقلب أكثر قوة بأن إمامنا خرج أو ظهر وهو الذي أوصى بفلان أو بفلان في أن يكون هو قائداً للعملية التشريعية وقائداً لقيادة الأمة قبل ذلك هذا الحديث من جابه أنا الله أعلم يعني هذا اللي يدعى أنه اليماني رح يجي ويوقف نظام المرجعية والتقليد وما إلى ذلك هذا حديث افتراع على روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه التي لم تنطق بهذه القضية أبداً ولم تتحدث بها أبداً اليوم المحاولات يعني الآن أنت من تقول نتنياهو يفكر بتغيير جذري للإسلام تفتكر عليه من رح يروح رح يروح على علماء السعودية ويفكر أن يغيرهم لو جاي يريد قطعك عن المرجعية التي إذا ما أصدرت فتية يتحول الناس إلى مجاهدين وإلى مسلحين يستهينون بالموت ويستهينون بكل المصعب عليه من رح يروح أول ما سيأتون سيأتون إلى هو الرجل يصرع مشكلتنا من أولها إلى آخرها إيران 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 وأنا قلتها كرارا وميران حينما يتحدث عن إيران يتحدث عن الشيعة ليس له علاقة بهذا البلد أو بذاك بقدر ما له بالعقلية التي تسير هؤلاء هؤلاء لديهم مراجع وبالنتيجة سيضربون أو سيحاولون التأكيد على قلب هذه الأمة الذي تركه بين أيدينا الإمام روحي وأرواح العالمين له الفدا الإمام هو الذي ترك هذه الأمانة مرة قال تقلدوه ومرة قال ارجعوا بين التقليد وبين الرجوع نحن أمامنا هذه المنصة التي بين ما بين الله لا يصح التكليف إلا من خلال الرجوع إليه وعودا على بدء ليغروكم أنه والله فلان أو فلان عمي تركوا التشخيصات لأنها لا تغني ولا تسمي وما عدنا أرجع وأقول ما عدنا أي دليل علمي ولا عقلي غس هذا الذي يشوف أنه بالعراق يجوز لا يوجد أحد لا بلبنان يجوز أك واحد يليق بهذا الاسم إن شاء الله بالهونج مو شغلنا هذا خلي يجي وقته نتعرض إلى نفس الأزمة التي يشار بها نحن مقبلين على أزمة شديدة سفياني مو كلمة تقال لعبة نعم نستطيع أن نقف في قبالها وسنقف وننتصر إن شاء الله تعالى بها لكن ما تجي من الآن أنت مرتب روحك والله أنا ويا فلان ومشخص هذا اللي يقول فلان ذاك اللي يقول فلان ما إلى ذلك عمي تقال تقال هذه التشخيصات غالبا ما إجدت من القطوط المنحرفة من ادعوا أنه هذا فلان ذاك فلان ما إلى ذلك وادعوا بأنه واحد من هذه الصحة أنا يمان وذاكي صحة أنا يمان وما إلى ذلك لكن النتيجة شو انحراف لو ما انحراف نحن نتعلمنا يا أخوان الأعزاء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليهم أن نعرف الرجال بأي طريق بالحق لو بالرجال من عرف الحق بالرجال ضيعته الرجال رجال اليوم عند هذا الهوى باتر ينقلهم يصير في هوا آخر الحق معقولة يلعبي بهذه الطريقة أما اعرف الحق تعرف أهله نحن الحق الذي بين أيدينا أن إمامنا حال غيابه بأبي وأمي أوصانا المن ترجعون حددنا الطريقة المن انقلت حددنا الطريقة بشلون ناخذ ثقهنا حددنا الطريقة بعد ما يرادلها فدلك كبيرة في هذا المجال نعم مع هذا الحديث يفترض أن تستمر عملية تعبئة الأمة للقبول بالإمام لإشاعة الأمل في وسط الناس لا سيما وأن المحن القادمة ستحتاج إلى الكثير من جرعات الأمل على الإنسان أن يتزود بها لأن نحن مقبلين على ما هو فيه غيظ فيه شدة فيه ألم فيه معاناة وأرجع وأقول أنظر إلى الواقع الفلسطيني واتخذوه عبرة اليوم الفلسطينيين نتيجة للتعب يصيحون وعن يسلم القضية لإسرائيل وخلصونا إلى متى نبقى نتقتل تبقى تحتي تبقى حي عظيم حتى شو تصير حتى تصير خادم عبد ذليل عند من عد أشد الناس عدهوة هي غير الحياة هذا هو المطلوب بالحياة بينما الآن من قاتلوا وصبروا وقتلوا وظلموا أعادوا القضية الفلسطينية إلى ما هو أعظم من بدايتها رادوها تموت هؤلاء هذه الأثمان أعادت القضية من أولها بل بأقدس مما كانت عليه في أول أنا أعتقد أنه سنة 48 حينما تآمر حكام العرب وقد كشف الإسرائيليون بالفترة الأخيرة كيف أنهم تعاونوا بالعراق تعاونوا ويا نور السعيد عبر البريطانيين ونور السعيد مع الأحزاب العلمانية تآمروا من أجل طرد اليهود من العراق من أجل ماذا حتى يتحولون ذولا إلى جنود لأن الذولا كانوا محتاجين إلى جنود بس جندي شنو؟ جندي حاقد ميجي جندي كيفما اتفق مطرود من بيته في ليلة ظلماء الناس صاحت بهم فرهود وليذكرون أحداث بغداد في تلك الفترة أو العمارة أو البصرة أو ما إلى ذلك يدرون شنو اللي جرى الآن هذا الوزير الداخلية أو وزير الأمن عراق الأصل عاش المرارة هذه قبل بارات عراق الأصل عاش المرارة تحولوا إلى حاقدين بامتياز هذا من اللي سواها هاي الخيانات هي اللي سوت لكن 48 بعد بعدها الشعوب بعدها تحس بالحنين إلى فلسطين بعدها رايدة قدسية فلسطين راحت شوية شوية تمرغت أو تمرغت قضية فلسطين نتيجة الخيانات ونتيجة لحالات التآمر المتعددة إلى أن وصلاها القضية إلى أن الكثير من الفلسطينيين يروحون يصنون جواسيس عند الإسرائيليين وهذه الحياة اللي مطلوبة اليوم هذه البنت اللي حملها جدهة وهي ميتة ويناغيها بهذه المناغات المؤلمة هذه البنت استطاعت أن تعيد القضية الفلسطينية من أولها وجديد هذه المرأة اللي تشوف بتها تموت على أيديها ما عندها العلاج اللي تمطي ما عندها الأكسجين اللي تطي وما إلى ذلك هنا هذه الصور أعادت الأمور إلى النصاب وهذه طبيعة الأشياء يعني نحن من نقول أن الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء سيفتح الملفات المغلقة شنو الملفات المغلقة ليش يرجع يفتح قضية الحسين عليه السلام ليش يرجع يفتح قضية الزهراء صلى الله عليه وسلم قضايا انتهت يفترض ليش في أول بيان إلى العالم كله ينتظر هذا المنقذ ما سيقوم يفتح الملفات هذا ليش الناس حتى ترجع يشوف الحق وين بالضبط والحق وين اختلطت الأمور ليس يقول سنوات خدع قبل قيام الإمام صلى الله عليه وسلم ولا يكذب فيها الصادق لو ما يكذب فيها صادق يخون فيها الأمين لو ما يخون لابد من أن ترى الناس حقيقة الصادق وحقيقة الكاذب بس هذه يرادلها زمن والأهم من الزمن يرادلها جهد الجاهدين لإيجاد المدينة الحصينة اللي أشار إلها الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم يجب أن نحص أنفسنا يجب أن نقب في الثغور التي من شأنها أن تأتينا بعذاب أو أن تأتينا بألم حتى ولو كان دفع الثمن في هذا المجال باهظا إحنا ما مسؤولين عن أرواحنا ولا مسؤولين عن أعمارنا ثم تراب هو الذي يرى إحنا مسؤولين عن تكليفنا مسؤولين عن أن نعمل بما يجب علينا أن نعمل وإهنا أنا أذكر بقواعد بسيطة لكن في الكثير من الأحيان ضغط المحنة يؤدي بنا إلى أن ننسى من لم يهتم بأمور المسلمين ماذا ليس منهم هذه قاعدة لهم قاعدة فقاعدة يخرجهم من المسلمين قاعدة لهم أخو قاعدة لماذا الآن البعض يحاول أن ينسى كلما اشتد ضغط الصهاينة يبتدون يحكون على المظلوم ما يحكون على الظالم الآن الحملة الموجودة على المقاومين الفلسطينيين وعلى من دعموا المقاومين الفلسطينيين وتحميلهم مسؤولية كل عمليات الإبادة التي تجري لماذا منها اللي جاي يبيت من اللي جاي يقتل ما يحس صلح جاية أو يكتفون هذا ظالم نعرفه بس أنت ليش تتورط بهذه القضية تتورط لأنه دعمت لأنه ساندت لأنه وقفت نعم يمكن باشر أن تصير خسارة ثم ماذا هذه الأمة لو لا خسارة أحد ما تنتصر بالأحزاب ولولا خسارة حنين ما تزهو الأمة بأمجاد كبيرة جدا ما تجي الأمور لولا كربلاء وآلام كربلاء ما تجي الأمور بالطريقة اللي يجا نشوف إحنا نعيش حياتنا وكرامتنا وعزتنا وكل قيمنا نشتمها من كربلاء ورح نبقى نلطم ورح نبقى نبتشي ورح نبقى نتألم لأنه حياتنا هي من خلال هذه المدرسة من خلال مدرسة الألم من خلال مدرسة الأنين الله يعلم كم ذرفت هذه الأمة من دموع على الحسين عليه السلام لكن هل عادت هذه الدموع على هذه الأمة بالحياة أو عادت عليها بالموت من نعم الله سبحانه وتعالى أن الجميع يقول بأن هذا المحور محور الحسين ومدرسة الحسين هي الوحيدة التي تتقدم وسط عالم مملوء باليزيدين ولا شنو الآن تصور يعني لا أمريكا في ذلك الزمن هي الموجودة بدنا عن يزيد شنو اللي رح يصير الفارق أدوات القتل أدوات الخصة أدوات النذالة أدوات الإجرام كلها موجودة عند هؤلاء لذلك علينا أن نتحرر من هاي العقلية أنه عدو أهل البيت بس هما من هذه الفئة عمي كل واحد يحمل قيم القتل وحالات الإجرام هو يمثل المدرسة التي قتلت الحسين عليه السلام المدرسة التي قتلت الزراء صلوات الله وسلم المدرسة التي تجرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيجي من هذه الصفحة يجي من هذه الصفحة من هذه الجهة أو من تلك الجهة سيئان من يجترع على حق الله يبقى هو الجاحد بهذا الحق وبالنتيجة لا يهمنا أن يكون بهذا اللون أو بذاكر اللون أما من يوالي الله ومن يقوم بعمل فيه إحياء لأمر الله سبحانه وتعالى كائنا من كان يجب أن يرحمى يجب أن يدعم مو حبا به وإنما حبا بالقيم التي تنتج نتيجة لحراكه ونتيجة لمساره أعود وأقول عام 24 لن يكون كبقية الأعوام قلتها سابقا بأننا أمام أحداث مدوية في سنة 23 وشفنا المسارات بياء اتجاه لكن أتوقع في سنة 24 شدة وفتح بوابات أكثر تعقيدا من البوابات السابقة سنجد خيانة لا شك ولا ريب سنرى من المشاهد المؤلمة الشيء الكثير لكن كونوا على يقين كل الذي سترونه سيكون درسا للتأهيل وتمرينا للميران الذي يعدكم كرجال لنصرة الإمام روحي وأرواح العالمين له الفداء أكتفي بهذا القدر والحمد لله أولا وآخرا وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا اللهم صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة